اشتركوا في القناة نرجع بقى البرنامجنا برنامجنا النهاردة بيتكلم عن الانترنت الانترنت طبعا كلنا عارفين ان هو بقى في حياتنا اليومية وبقى شيء اساسي زي الكهرباء وزي الميا وزي اي شيء اساسي بقى مرتبط بحياتنا اليومية هو الانترنت اول ما بنصحى من النوم بنمسك الموبايل بنخش على النات بنفتح الديتا بقى شيء طبيعي والأب نورمال او اللي غير طبيعي احنا منفتحش النات برنامجنا معمول مخصوص علشان خاطر الجمهور المستهدف الغير متخصص تمام وبنعرفوا يعني ايه انترنت وازاي تتعامل مع الانترنت وتوعية لان طبعا الانترنت فيه كتير جدا مننا بنستخدم الانترنت بشكل خاطئ ولو الانت قطع بيبقى بشكل ازعاج كبير جدا واحنا بنبقى متضايقين ازاي الانترنت يقطع طب لأ نلحق بسرعة نضبط الانترنت لأ اذا فيه عطل ده فيه مش عارف ايه بيعني بيبقى الموضوع رخم جدا 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 لو حسينا ان الانترنت مقطوعا لنا وعلشان خاطر موضوع التوعية وعلشان خاطر نفهم الجمهور اللي احنا بنتكلم معانا نهاردة يعني ايه انترنت من خلال برنامجنا اي بي شو وطبعا برنامج او كلمة اي بي شو هي غير موضحة لناس كتير شايفيننا النهاردة النهاردة معانا البشمعان دي سيحيا ناصر المدير التنفيذي لشركة ارابيكس والخبير التقني في التكنولوجيا المعلومات وخبير الاتصالات بنراحب بك يا حبار نورتنا طبعا في برنامجنا اي بي شو اول حاجة عايزين نتكلم مع الناس ونفهمهم يعني ايه ايه اي بي شو اللي هو البروتوكول انترنت ولا انترنت بروتوكول هو انترنت بروتوكول اوكي معنا ايه بقى هو الانترنت بروتوكول ده يعني احنا اتفقنا ان البرنامج هيبقى للمستخدم البسيط اللي يقدر يفهم يعني ايه المصطلحات الفنية دي بصورة بسيطة برنامج متخصص لغير المتخصصين بالضبط كده الإي بي ده هو عبارة عن عنوان تواجدك على شبكة الإنترنت يعني عنوان تواجدك على شبكة الإنترنت المفروض أي حد بيبعد جواب أو بيتواصل مع شخص لازم يكون له كونية أو يتعريف علشان أقدر أبعد حاجة من مصدر لمصدر لازم يكون ليه عنوان فالإي بي ده هو بداية الإنترنت أو هو من البدايات بتاعة الإنترنت يتفي تفاصيل كتير بس هو العنوان الإفتراضي لا يتكرر بين شخص وشخص فيه منظمات وفيه هيئات بتدير المنظومة دي كلها بحيث أن أي جهاز يتم اتصاله بالإنترنت بياخد رقم الرقم ده اللي هو الإي بي اللي من خلاله بيبعد لرقم تاني اللي هو إي بي تاني علشان يقدر يتواصل معك يعني كلمة إي بي دي رقم هي رقم وهي عنوان هو رقم بمشير إلى عنوان تمام يعني دي فكرة الإي بي أو دي فكرة الإي بي معنى الإي بي داخل موضوع الإنترنت حتى برضو في حاجة مثلا يعني مكافحة الجرام الإلكتروني تمام يتم عن طريق الإي بي هات يعني هو بيشوف الشخص الإي بي اللي تواصل لعمل الجريمة الفلانية أو آخر مكان فين ورقمه فين بالزبط وديتلز بتاعته فين والداتا والكلام ده كله بالزبط كده تمام طب في حاجة بقى طبعا نتكلم شوية عن نخش بقى على شركة أرابيكس أوكي شركة أرابيكس بتعمل حاجة جديدة جدا من نوعها وهي فكرة الأعطال وتصليح الأعطال ومش هنقول بنتنافس شركات كبيرة لا هنقول بتدعم وبتكاتف شركات كبيرة وموجودة طبعا لها اسمها في السوق المصري بس في حاجات جديدة بتعملوها أنتو كشركة أرابيكس ممكن توضحها للمشاهدين آه طبعا هو أولا يعني من 2013 تقريبا وفيه اتجاه قوي جدا من الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين خدمات الاتصالات آه طوروا شبكة حاجة اسمها شبكات الألياف الضوائية دي بتبقى طريقتها في نقل البيانات أو نقل المعلومات بتبقى أسرع بكتير آه فمن 2013 لحد الوقتي اتصرفت مليارات الدولارات ده مجهود حقيقي يعني فلما نيجي نتكلم ببساطة كده نقل البيانات بيتم إزاي هو بيتم عن طريق راوتر كده العميل صغير بيستلموا أغلب الناس عفل المستخدمين بيروح يأجدوا من شركة الانترنت وبوصلوا على سلك التليفون سلك التليفون ده بيتوصل لحاجة اسمها البوكس بوكس التليفون اللي بيبقى مرسوه مع البيت ده طمام بعد كده بيتوصل بالكابينة الجديدة اللي هم ركبوها اللي هي كابين الفايبر بعد كده بيتوصل بالسنترال بتاعه أوكي وبتم بقى عملية الشبكة كلها اللي هو بيتصل بالعالم كله عن طريق الشبكات بقى كل بلد وكل منطقة فيها الجزء الخاص به الجديد بقى آه الجديد بقى اللي بتقدموا بقى شركة أرابيكس للمستخدم ده اللي هنقوله بقى طبعا آه لما المصارد لما الشركات عملت كده آه اللي حصل إن الإنترنت بقت سرعاته عالية جدا طمام فبدأ المستخدم النهائي يحس بالعكس يعني مش بيحسش بالتحسن في الخدمة بيحس إن بقت الموضوع سالبي أكتر كتير فبدأ يشتكي أكتر طب ده نتج لإيه؟ إنه السرعات الكديدة كان مكناش بنسمع أبدا عن سرعات كان آخر سرعة بنسمعها 24 24 ميجا طمام ودي ما كانش بتوصل أبدا كان آخر العميل 16 8 في الحد الدين طمام دلوقتي إحنا بريتكلم عن سرعة 50 ميجا 100 ميجا 70 ميجا فسرعات عالية أوكي فلازم الأسلاك دي تبقى لها كفاءة معينة علشان تضمن جودة الخدم الشركات كلها بتقدر توصل الخدمة لحد البوكس لكن هو ما يضمنش جودة المسار اللي داخل من البوكس لحد الراوتر جوا ممكن يكون السلك ده معدي جنب تكييف معدي جنب ديش كابل ديش معدي جنب وصلات في لحمات حصل فيه مشكلة يعني الديتيلز ديش مش خاصة بيهم مش بيشوفوها ولا بيتابعوها هو يقدر يعرفها بس هو بيبلغوا بيقول لي فانديم دي مشكلة وصلات هات حد متخصص يحل لها إحنا أرابيكس فقا عملنا المبادرة دي كوي فطلعنا على حملة على الفيسبوك قلنا يا جماعة الشركات عملت كذا 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 إحنا قريدي معنا ستريبة على الشاشة إن الديتيلز بتاعة شركة أرابيكس والشركة البشماندس يحيى فضل رفعنا بتابعو فبقا أقول لحظة إحنا بنعمل إيه بقى إحنا عملنا المبادرة دي عشان نعمل توعية للمواطن لأن أي خدمة في الدنيا هي عبارة عن مزود للخدمة ومستقبل لازم المستقبل عشان يأخذ الخدمة بصورة طبيعية يقوم بدوره أوكي فإحنا بنعمل توعية للمواطن بنقوله إن المشكلة دي مش مرتبطة بالبروفايدر أو مزود الخدمة اللي بيقدمها لك فلازم تقوم بدورك دورك اللي هو إيه تجيب حد متخصص أو إنت حتى ممكن إنت تقوم بدورك إن إنت تراجع الوصالات دي تتأكد إن ما فيهوش لحام ما فيهوش حاجة تقدر تصدي على الكابلة إن الحاجات دي يعني سلك التليفون النحاس ده بيتأثر بالعمل الجوي تمام فلازم تضمن مصاره تضمن مصاره وتضمن سلامته تمام لو هو قادر يعمل ده وعمله هلقى المشكلة بتاعته تحسنت المشكلة بتاعته تحلت والخدمة تحسنت مش قادر بيتواصل معنا وفيه شركات تانية بديلة برد يعني إنتوا بعد ما الشركة واتفير بقى أي شركة موجودة على الصحة التابعة طبعاً للوزارة التصالات طبعاً كل الكلام ده بتعمل الخدمة وانتوا بعد كده بتوصلوا لها الوصلات والكلام ده كله وبتأكدوا طبعاً إن الوصلات دي موجودة في أمان مفيش أي حاجة بأثر علي إن الفني ببقى معي العدة أو التولز بتاعته اللي تقدر يقسم منها أي مشكلة في الخطة تمام يعني كل دوت من خلال شركة أراب بالضبط خلال شركة أراب بالضبط لأن طبعاً إحنا مش بنتكلم في يعني ممكن فيه ناس كتب تقولك إيه طب كشركة يعني يعني عادي زي أي شركة خدمية لأ إحنا بنتكلم يا جماعة في فكرة الإنترنت الإنترنت بقى شيء أساسي في حياتنا اليومية زي ما بقول أول ما بنصحى من النوم بنبدأ نمسك الموبايل ويعني بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نت أنا أطعق في حاجة أسف يعني هو دلوقتي الاتجاه العام يعني لو تخطي بالك المواضرة بتاعة وزارة التربية والتعليم استخدام التابلت للطلبة بالضبط بنلاقي إن فيه حاجة اسمها دلوقتي التحول الرقمي تلسه أسألك على موضوع التحول الرقمي الرقم بيشير إلى عنوان فكل منظومة الإنترنت أو كل اللي بيتداخل مع الإنترنت بيتحول الرقم هو بالنسبة له رقم لأن الكمبيوتر أو أجهزة الاتصالات دي ما بيتميزش الحاجات دي غير بقى أرقام تسلسل من دقل أرقام علشان كده مصطلح التطور الرقمي أو التحول الرقمي ده اللي بقى يطرح نفسه على الساحة تمام فالحكومة والجهات المختصة بتحاول إن هي تعمل تطوير لمنظومة التحول الرقمي طيب تبقى كل الجهات الحكومية وكل ما يقدم خدمات للمواطن بيتكلم بصيغات الأرقام يعني فكرة القرية الصغيرة أو زي ما قلنا بكده لا إحنا طلعنا بره النتاج ده خلاص يعني دي حاجة تانية بص حدك يعني إحنا لو جينا نتكلم مثلا عن عدد مستخدمين الإنترنت هو عدد مستخدمين الإنترنت زاد بنسبة كبيرة جدا وصل تقريبا لسبعة مليون مشترك عن طريق الإنترنت السابت بس الرقم الأكبر بقى لإستخدامة الموبايل وصل إلى 40 مليون مستخدم تمام فمعنى كده إن الإنترنت ما بقاش مقتصر على جهزة الكمبيوتر بالعكس يمكن أقل حاجة أو أقل تارجت هو الكمبيوتر بالزبط كده إنه أعلى تارجت الموبايلات آه وفي حاجة كمان أعلى من كده بقى فيه مسامة جديدة تلوقتي اسمه إنترنت الأشياء بمعنى بمعنى إن أي شيء نقدر نحاوله إنه هو يتكلم برقم فنقدر نتابعه زي مثلا إيه عداد الكهرباء عداد الكهرباء ده المفروض هيبقى فيه شريحة إنترنت تقدر تقيس يعني شركة الكهرباء نفسها تقدر تقيس قراءة العداد فده يحافظ على خصوصيات المستخدم النهائي يعني مش جايله بقى يتكشاف اللي هيشوف العداد ويقرأ وكلم زي جيد الشركة نفسها بتقدر ترائب سير العملية بتاعتها تمام آه عدادات المية حاجات كتير جدا بقى يعني مثلا لو معلش أقول مصطلح أكبر شوية اللي هو الهوم أوتوميشن أو البلدنج مانجمت سيستم دول نظامين الهوم أوتوميشن ده اللي هو بتحكم في المنزل بتحكم في الكهرباء بتحكم في الساتير بتحكم في الإضاءة بتحكم في الصوت كل ده من خلال من خلال الإنترنت بالنسبة للمصانع أو الشركات بقدر تحكم في التكييفات في التهوية في سير المكان في حاجات كتير جدا فاحنا هنا بدلوقتي الإنترنت مبقاش نطاقه محصور على مستخدم هيبعت إيميل أو هيتفرج على فيديو مش عطر فيه بس مش عطر فيه بس بقى إنترنت يعني حتى المصطلح نفسه إنترنت الأشياء كشفات الكهرباء اللي في الشوارع المفروض التحكم فيها عن طريق الإنترنت ده اللي العالم دلوقتي متجد ليه بقوة حتى شرط المرور كله عن طريق الإنترنت كل الكلام ده صح؟ طبعا حضريك دلوقتي بص حضريك الموبايل دلوقتي ما بقاش مجرد أداة للمكالمة التليفون أنا أعمل مكالمة التليفون وقوله ألو وقف له خلاص إحنا بنقدر نتابع من خلال الموبايل بنتفرج على أفلام نتفرج على نسمع أغاني بنعمل حاجات كتير جدا بس برضو الموبايل ده في إيد حضرتك بيقيس السلوك البشري بتاعي عوضراً سوفي إبش مانسيحية معانا الدكتور أحمد توفيق واللوائي الدكتور أحمد توفيق إدارة الإزامات في جامعة أمريكية مدرحب بحضرتك يا دكتور؟ أخلاً بيك يا سنعين ده وقيد حضرتك الكريم حضرتك نورتنا طبعاً النهاردة في برنامجنا إي بي شو حضرتك طبعاً متخصص في إدارة الأزمات عايزين نتكلم عن فكرة الإنترنت واستخدام الإنترنت الوقتي إزاي بقى حضرتك شايفه أو شايف إزاي ناس بتستخدم الإنترنت عمتاً يعني وبالنسبة للإنترنت للأثر الشديد استخدام الناس لي بيستخدمونه للحاجات العادية البسيطة خالص طبعاً من الوقت طوائد كثيرة جداً 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 ناس ما بتتخدمهاش يعني في حاجات كثيرة جداً علوم وفنون وثقافة واشياء كثيرة جداً إنما للأسف الشديد المعظم الناس وبالذات في الوطن العربي يتخدمون يتخرجوا على أفلام يشوف فيديوهات يشوفوا شوهات يتكلموا مع بعض شات فيت وات كلام دا كله إنما الآسف الشديد الثقافة بتاعتنا إن احنا نستفيد من الناس زي البلاد في ناس بتتعلم يعني في البلاد الأوروبية في بلاد بتتعلم معتمدة عن نت كومبليكي ما فيش حاجة اسمها ورقة ولا قلم ولا كلمة بالزبط والتعليم عن بعض برضو بنفس الطريقة فيحنا لسه ما وصلناش للمرحلة دي لأن لسه الثقافة بتاعتنا في الموضوع الانترنت تعتبر أنا باعتبرها يعني مكتدئين زي ما احنا بنقول للأسف مكتدئين للأسف الشديد يعني الناس كلها مدكة الموبايلات وتلاقيهم بيعملوا حاجة دا بيعمل شاك نادرا ما تلاقي حد كان متخفص قوي بيعمل حاجة بيشوف حاجة في العلوم في الفنون في الثقافة في الكلام دا كله الأسف الشديد طيب إنما نتمنى إن شاء الله مع الوقت الناس بيدي تستفيد فعلا من الانترنت اتفادة جيدة يعني اتفادة المطلوبة منه يعني يعني أنا عايزة برضو من خلال البرنامج دا النهاردة حضرتك تواجه رسالة للحكومة أو وزير الاتصالات تمام إن هو يعمل مبادرة لموضوع التوعية وطبعا مع شركات متواجدة أوريدي على الساحة زي شركة أرابيكس أو كده إن هي توعية المواطن بكيفية التعامل مع الانترنت هو والله وزير الاتصالات دوره يعني هيبقى في تحتين الخدمة زي ما كان بيقول بيديك الكريم إن الخدمة توصل جيدة للمواطن عشان ياخد سرعات أكبر يوم يقدر يشتغل بيها أكتر إنما التوعية دي أنا أتمنى بأمانة إنها وإنا مفصول جدا من البرنامج كده الجديد إنه يعمل توعية للناس في موضوع التعاملات إزاي وده ممكن تجيبوا برضو زي الشركة أرابيكس كده حد يعلم الناس إزاي خش على النبكبات إزاي خش على كلام ده دمي في ناس نفتاها تعمل الكلام ده بس نعنبهاش الواحد بالزبط إن شاء الله دورك وأنتم بإذن الله تعالى ومبادرة جيدة منكم برنامج جايب بإذن الله تعالى مرسي جدا لحراتك هست اللي هو وبجد شرفتنا جدا نهاردة برنامجنا اي بيشوف خط قطع طيب أنا نرجع للبشمان سياحية تقدر طبعا أعقب على كلام سياحة اللي هو فعلا دور التوعية دور مطلوب والوزارة فعلا ما أدخلتش أو ما يعني ما أدخلتش جهد في تطوير حاجة زي كده وفيه آخر مبادرة كانت عملت من الفترة قريبة اللي هي التحول للتحول الرقم يعني فيه خمس محافظات بدأ يحصل فيها من التحول الرقم ده أولهم تقريبا محافظة السويس سوري أسف محافظة بورسعيد أنه هو عايز يعمل التحول الرقم من المنظومة الحكومية علشان يعمل بقى يعني هنتكلم بقى في أبعاد أكبر من اللي احنا بنتكلم فيه مكافحة الفساد وضمان النزاح يعني إيه لما نفصل الخدمة من المتلقي للمستقبل فأنا بمنع الاحتكاك المباشر فما بتعملش التجاوزات اللي كانت بتحصل في الموضوع طبقى أندر كنترول يبقى الموضوع كله أندر كنترول تحت سيطرة الجاهات المعنية آه طبعا بصحبك مثلا في دولة زي أمريكا مثلا مفيش حد بيمشي بسيولة كبيرة يعني هو حاجات صغيرة جدا لكن نظام الدفع الإلكتروني بطاقات الـ ATM نفسها اللي بيقدر ياخد عليها المستحقات المالية دفع الدرائق كل دي منظومة بقدر من خلالها أعمل تتبع للأموال وشوف الفلوس دي اتنقلت من هنا لهنا لهنا وكمان ما بتضيعش وقت كتير يعني زي ما بدل ما نروح بنك ولا بنروح مصلحة حكومية ولا الكلام ده كله كل ده من خلال الإنترنت بينجز وقت كتير وبتبقى أمان سيف أكتر ويبقى حاجة أفضل كتير جدا آه طبعا نقول لحضاك يعني الدور الرقابي نفسه بتاع الدولة هيفعل بقوة اللي هو أن أنا لما رأي بالمنظومة نفسها الحكومية اللي بتشتغل دي وبتتعامل مع المواطن ازاي أنا هتابعها أونلاين بزبط دلوقتي أنا لما حتاج أشوف المخالفات بتاعتي أنا بدخل على موقع وزارة الدخلية وبشوف فعلا أحط رقم الرخصة ورقم الرقم القومي بيطلع لشهات المخالفات الـ IP بتاع الـ اه احنا عرف بس كلمة IP ده مش حاجة سهلة كده لا احنا IP ده خدناه من البروتوكول الانترنت أو الانترنت بروتوكول طب أقول لحضرتك الموضوع كمان يعني حتى مكافحة الفساد بتتم من خلال منظومة معينة هنيجي نتطرق بعد كده النقط اللي هو ايه مكافحة جرائم الالكترونية والأمن المعلومات ده اللي احنا هنشاء الله في الحلقات الجاي بإذن الله هنتابعه بزبط كم هنشوف معاه فلو أنا هكشير إليه بصورة بسيطة الموبايل بتاع حضرتك ده بيعمل حاجات كتير جدا يعني مش مجرد بيخش على بعض البرامج لأ في برامج بتبقى ليها أغراض مش طبعية أكيد إن هو بيقدر يعرف سلوكك في الشراء سلوكك في البيع تتبع تتبع بس بص حضاك في جزء منه ممكن نقول مفيد شوية بتوفيد شركات التسويق وكلام زي كده وهو بياخد منك الإذن قبل ما يعملوه بس في برامج ضر الهاكينج دي بقى بالزبط بيقدر يشوف حسابتك الشخصية بيشوف صوارك وبيشوف الخصوص يعني في برامج كمان الهاكينج دي ممكن تدخل على الموبايل وبتعرف كل الكلام ده كله طب ده بيبقى لازم يبقى فيه كونكتد بينك وبين الشخص ولا يعني مش لازم يبقى تكونوا متوجدين في نفس المكان لا 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 ده هو وجوده على الانترنت نفسه وجوده على الانترنت الموبايل دلوقتي بيقيس حاجات مش يتيكم خطوة بيقيس حاجات بيقيس حاجات أنا بدأت أخذ من الموبايل بيحاجات أكتر بكتير بإنه هو يعني يقيس الحاجات الأساسية لا ده هو يعني بوص حالك هو بيقيس قدراتك الشرائي بيعرف انت بتشتري إيه بتعملي إيه بتتواجد فيه حالك انك تفتح الجي بي اس اللوكيشن نفسه فبيعرف انت بتخرجي في أماكن المواقع بتاعتك اللوكيشن نفسه إيه آه بزرق فلازم الشخص نفسه هو بيستخدم الانترنت يبقى عارف كويس هو بيعمل إيه وده دورنا ان شاء الله في الحلقة الجاي بس البداية ان لازم يكون الشخص اللي بيستخدم الانترنت بيستخدمه وهو طبيعي بسرعته مش قليلة لازم يكون الخدمة بتقطعش لازم يقدر علشان خطر الخدمة في البيت بقت مهمة دلوقتي مهمة لستات البيوت مهمة للأطفال مهمة حتى لاحظنا ان فيه شريحة معينة من الناس كبار السن مثلا آه أولادهم مسافرين بار فبقى عايز يتواصل ما عايز يكلم وفبتواجه مشكل بيكلم شركة زي شركتنا مثلا الفكرة بقى في شركة أرابيكس جات لك ازاي أصلا شركة أرابيكس شركة أرابيكس ككل آه الفكرة نفسها الايديا بتاعتك جات لك ازاي بصها لك احنا يعني كوادرنا والمجموعة اللي احنا شغالين مع بعض احنا تقريبا في الماركت بقالنا 14 سنة كم بنقدم خدمات كتير أو رقينا نفسنا في خدمات كتير تمام منظومة التكنولوجيا والاتصالات هي عبارة عن حاجات مرتبطة ببعضها يعني مثلا الانترنت خدمات الصوت الصوت اللي هو خاصة بالكول سنتر واستقبل المكالمات الخاصة بالشركات الحاجات دي كلها أوكي بعد كده البنية التحتية وأن أنا أجهز مكان بالكامل لشبكة أجهزة كمبيوتر تدخل مع بعضها تمام كاميرات المرأبة أجهزة الأمن والسلامة اللي هي خاصة بالفاير فايتنج اللي هو مكافحة أوكي حاجة اسمها الأكسس كنترول اللي هو لو أنا بعمل مبنى معين ببقى فيه أوضل الخزنة ما ينفعش يخشها غير موظف معين للأفراد معينة فبلقينا نفسنا إن احنا بنطور في نفسنا وبنقدم خدمات أكتر كل شوية الخدمات دي كلها بنسميها حاجة اسمها مقدم متكامل للخدمات تمام بيولف ده كله ويقدمه في صورة منتج نهائي للعميق أوكي شغلنا الفترة اللي فاتت دي كلها أو الفكرة جات بتاع أرابيكس نفسها إن احنا نقدر نقدم خدمات مفيدة للسوق المصري بأسعار مناسبة 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 بالزبط بنقدم خدمات وحلول للشركات الصغيرة والشركات المتوسصة الشركات الكبيرة طبعا الحمد لله لنسبة أعمال في البنوك في شركات وزراء يعني جهات حكومية شركات قطاع عام سوني أسف شركات قطاع خاص عالمية أوكي بس في الآخر إحنا عايشين في مصر لازم نفيد المستخدم النهائي صح ومن خلال شغلنا أنا كنت يعني موظف سابق في إحدى الشركات الكبيرة جدا في مجال الاتصالات يعني أكبر مزود خدمة في الشرق الأوسط كله فكان ملاحظتنا إن أكتر من 80% من الأعطال ناتج عن المستخدم النهائي فقلنا عشان نقدر نوصل المستخدم الصغير اللي بيستخدم خدمات الانترنت ويستخدمها بصورة جيدة من العميل بتاعنا اللي بيقدم له الخدمات دي فإحنا لازم نرجع لنقطة البداية المستخدم النهائي فجات لنا الفكرة بقى بتاعة الأعطال دي من خلال العمل بتوعنا اللي بتواجههم مشاكل مع العملاء بتاعتهم تمام فبدأنا نطلع بالمبادرة دي والحمد لله فيها نسبة تحسن كبيرة جدا ورضا عملاء ونتمنى ان احنا ان شاء الله في التوسع بتاعنا احنا دلوقتي شغالين في تقريبا تمام مناطق تمام بنتمنى ان شاء الله على نهاية 2020 نكون مغطين القهرة كلها ومن أول 2021 نكون مغطين الجمهورية بإذن الله طبعا أنا مع البشمهان السياحية في المبادرة دي ومن خلال برنامجنا اي بي شو بنكتفك جدا في المبادرة وقبل ما نختم حلقتنا طبعا بشكر جدا خضيرتك يا بشمهان السياحية وان شاء الله حلقتنا الجاية هنتكلم عن كل حاجة بتفصيلتها النهاردة احنا في حلقتنا اول حلقتنا اتكلمنا عن اي بي شو عمتا هيتكلم عن ايه وازاي هنقدر نوعي الجمهور المستهدف وزي ما قلنا هو جمهور غير متخصص يعني برنامج متخصص لغير المتخصصين بمعنى ايه غير المتخصصين يعني الناس الجمهور عمتا الشارع المصري عمتا الناس اللي بتشوفنا الطالب العامل كل وطبعا كله احنا خلاص بقينا بنتعامل بالانترنت ده بقى حاجة اساسية ويومية معنا تحاول رقم تحاول رقم مش سي جدا ليك يا بشمهندس شكرا ليك وشكرا ونشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية بإذن الله ويا رب تبقى ليلا سعيد عليكم مش سي جدا ليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة